لم يستخدم معجزة لمصلحة الشخصية مع أنه تجرب 40 يوم وكان يقدر أن يحول الحجارة إلى خبز لكنه لم يستخدم معجزة واحدة لمصلحة الشخصية وأيضا أحبائي لم يستخدم قدرته الفائقة لكي يبهر الناس بأمور مثلا في أنجيل كتبت في القرن الثاني والثالث اللي بتتكلم عن طفولة يسوع أنه يتكلم في المهد وأنه يخلق طبعا طيور وينفخ فيها فتصير أنفس حية وبيتكلم عن يسوع يحول إلى قردة وإلى آخره ينزل موائد لكن هذه ليست طبيعة يسوع لأنه لم يأتي قبل المعادة ليصنع ليبهر أنفس الناس لكن كل معجزات يسوع المسيح كانت لخير ولمنفعة الناس عن ماذا أتحدث؟ هل أتحدث عن معجزات المسيح الخارقة؟ هل أتحدث عن حياته الخالية من كل خطية؟ هل أتكلم عن تعاليم المسيح الفريدة المتميزة ولا حتى سليمان الحكيم ولا سقرات بكل فلسفته ولا كل حكماء المشرق قديما ولا حتى حكمة المصريين ولا حكمة البابليين أو الأشوريين ولا الفلاسفة والحكماء للرسل ولا الأنبياء استطاعوا أن يتكلموا أو يعلموا مثل شخص الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر